مع استمرار معاناة النازحين ما حجم ما تبقى من النازحين هناك تفضلي نعم تحية لكم ولي قناتكم الكريمة النازحين أعتقد لحد اليوم مخلصانين مو فقط وقت داعش وإنما من 2003 الحد الآن اللي موجودين هم أكثريتهم من الأقليات عدد ذلك موجودين من نواحي ثانية أنا أحكي عن العراق وعن إقليم كردستاني أيضا نسبة كبيرة لحد الآن موجودة في العراق بينما هم لا يرون أن يرجعون إلى أماكنهم لا يشوفون الأمان لحد الآن في أماكنهم نسبة كبيرة لحد الآن تعاني في الكامبات في المخيمات في بيوت أو في خيام أيضا لحد الآن موجود كامبات خيام في هذا البرد في ضواحي دهوك أيضا في نواحي أربيل أيضا يعني هذا الشيء جدا محزن بينما نحن الآن من 2014 داعش توجت ولكن لحد الآن نحن الآن 2023 لحد الآن لا نرى أي رجوع النازحين إلى بيوتهم نعم يعني تحدثي عن الأقليات وهم اعتبرتهم أنهم هم الفئة الأكبر الموجودين بين النازحين وأيضا خلال متابعتكم أين وجدتم ظروف النازحين أسوأ من غيرها هل هناك مناطق محددة أم السوء عام في كل المناطق أم فقط الأقليات هم الأكثر سوءا أم الآخرين هم متساوين بسوء الحالة والوضع الموجود هناك بالتأكيد أنا أحكي عامة ولكن أنا أحكي عن الأقليات أكثرية أن هم موجودين هو عامة النازحين موجودين في كافة العراق ولكن أنا أهتم أكثر شيء بالأقليات لأنه هم ليس لديهم حقوق كبيرة في هذا الشيء أنا أحكي عن يزدين أنا أحكي عن المسيحيين أنا أحكي عن الشنغال مثلا هذول الأكثر ضررا المتواجدين الآن لا أقدر أن أحدد أي نسبة لأنهم يأتون ويرجعون يأتون ويرجعون ولكن ليس هناك حلول لكي يتم إرجاعهم إلى بيوتهم لا توجد هناك حلول جذرية لإرجاع النازحين إلى مناطق سكناهم سيدات العزيزة بالنسبة هذه الأمور هذا لا يحكي عني وعنك هذا يحتاج دراسة كاملة نحن نفصل عن ثلاثة حكومات لحد الآن والحد الآن لم نجد أي ضرورة لهذه الحلول يعني لم نجد للحكومة بأن لديها إدارة لديها خطط لكي يتم إرجاع هذول النازحين ترين لحد الآن هسا تواجدوا الأزراء ولكن الحكومة الرئيسية والحكومة المركزية هي الأساس للنازحين عامة لا أحكي فقط عن الأقليات يعني ما يتحمل بقاء هذا الملف يعني أنت مطلع حضرتك على موضوع النازحين وأحوال النازحين هل الحكومة المركزية هي المفروضة أن تكون الدعم الأساس للنازحين وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية سيدة العزيزة نعم بالتأكيد الحكومة المركزية هي الأقوى الحكومة المركزية هي التي تقدر أن تدعم الحكومة المركزية هي التي أن تقدر تقدر بأن ترجع حقوق النازحين ترجع بيوتهم ترجع أراضيهم ترجع أعمالهم الأشخاص الذين تريد من أشغالهم الأشخاص الذين لديهم وظيفة ولكن بنزوحهم الوظيفة ليست متواجدة عندهم يعني انطيني سبب رجوع أي نازح إذا لم يكن لديه بيت لم يكن لديه أساس لم يكن لديه نسبة أو دافع لكي يرجع إلى مكانه نحن كذلك في المجتمعات المدنية والنشطة ندعم بالرجوع ونعمل ولكن ليس فقط نحن الحكومة المركزية هي التي فقط تقدر أن تجعل النازحين أن تعطي حقوق للنازحين أن تعطيهم دافع لكي يجمعوا أهليهم لا يتنازحوا ليس فقط في العراء ولكن هم يتنازحوا إلى الخارج شبابنا ليس لديهم أي دافع لكي يرجعوا أو يرجعوا عوائلهم إلى أماكن عيشهم القديم يرجع فقط الأب أو الأخ وبعد ذلك العائلة هي متشتتة في أماكن ثانية وهذا يؤثر على نفسية العائلة وترابط العائلة في المجتمع سمعنا هناك أن الكثير من الإيزيديين خصوصا الأقليات من حاولوا الخروج إلى خارج العراق وأيضا قاموا بلم الشمل كما يسمى في البلدان الأخرى وسحب أهاليهم إلى البلدان الأخرى ما دقت هذه المعلومات وما صحة هذه المعلومات وما هي النسبة هل لديك معلومات عن النسبة عن الأعداد التي خرجت خارج العراق أنا كوني من أقليات المسيحيين لا أقدر أن أعطيك أي نسبة لأن هذه النسبة كما قلت يتم رجوع ويرجاع يعني يرجعون وبعدين يروحون يعني هذا الشيء أنا لا أقدر أحدد لك ياه ولكن أقدر أقول لك أن هذه المعلومات جدا صحيحة أنه يتم لم الشمل ليس فقط لليزيديين ليس فقط لبقية الأقليات أيضا للمسيحيين هناك لم الشمل في كافة الأقليات المتواجدة في الخارج يتم لم الشملهم وكذلك الحكومات الأوروبية تعطيهم الصلاحية لماذا؟ لأنه لدينا أسباب كافية لكي يتم لم الشمل هذه العوائل إلى خارج بلادهم ليس هناك أي تغطيد ليس هناك أي دافع ليس هناك أي تقارير تقارير تعطي لأمم المتحدة الأمم المتحدة تتدخل في هذه الأمور ولكن الأساس هي الحكومتنا المركزية أساس الموضوع هي أن يتم دعم الحكومة المركزية إلى ذلك نعم هناك أيضا ما يجد صعوبة في العودة بسبب تهد منازلهم هل لاحظتم هكذا حالة ترفض العودة أو تجد صعوبة في العودة بسبب أنه لا يوجد منزل يحتويه أو يأويه؟ بالتأكيد هذا الشيء وكما أيضا من أول يوم لاختفاء الداعش ورجوع الموصل خاصة بالتحديد سهل نينوى نعم لدينا الدلائل أيضا لهذه الملفات كوني ناشطة قدمتها أكثر من أكثر من أماكن في الحكومة ولكن لم يتم إرجاع أي جواب لهذه الأمور نعم المعلومة جدا صحيحة وهناك لحد الآن يتواجدون هذا المشاكل نعم الناشطة من أربيل سلفانا دلشاد كنت معنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر